وأخيراً نظرة على مايكروسوفت سيرفس بوك ثري اللابتوب الذي من مايكروسوفت ورسمياً جاء عنده للمملكة ونتحدث عن جهاز يوجد حركات كثير مختلفة هو ليس بلابتوب فقط بل أيضاً لوحي والإمكانيات التي فيه مختلفة عن الأجهزة الباقية يأتي بحجمين ويأتي بخصائص كثيرة المهم بسم الله دعونا نتعرف على مايكروسوفت سيرفس بوك ثري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأخوكم فصل السيف وهذا جهاز مايكروسوفت سيرفس بوك ثري لابتوب من مايكروسوفت ويعتبر جيل ثالث وتطور جداً كبير على نفس سلسلة السيرفس بوك يقدم هذا الجهاز تصميم مطابق تماماً للجهازين السابقين يعني التصميم له الآن خمس سنوات تقريباً وما نرى الأمر سيء دام له هوية واضحة ومحبوبة مع نفس معجبين هذه السلسلة تصميم نظيف مصنوع من الماغنيزيوم وبلون فضي وإمكانية فصل الشاشة عن لوحة المفاتيح واستخدام الجهاز كأنه لوحي كلها حركات مميزة للسيرفس بوك وطبعاً ما يحتاج أن نقول أنه في هذه اللحظة يعتبر أسرع وأقوى لابتوب سيرفس موجود من خصائص الداخلية وأيضاً القدرات التي تضعها مايكروسوفت فيه وأبدأ أول شيء الآن في المراجعة وأقول الشاشة تأتي بحجم 13.5 إنش دقة 3000 في 2000 أو حجم 15 إنش ودقةها 3240 في 2160 كلهم يعملوا باللمس ويدعموا أيضاً قلم السيرفس الذي يعطيكم أفضل تجربة قلم على أجهزة ويندوز ونلاحظ راس القلم في جزء بارز يعطيكم إحساس قلم حقيقي خلال الرسم والكتابة استعمال القلم يفيدكم بشكل كبير خصوصاً لو نتكلم في مجال التعليم والرسم والتصميم أو حتى استخدام للتصفح كأنه فارة فصل الشاشة عن الكيبورد صار أسرع من السابق في الجهازين السابقين كان لازم ننتظر قبل الفصل لكن العملية صارت أسرع الآن بمجرد ضغطكم زر الفصل والانتظار لثانيتين لثلاثة بالكثير ستجدون فصل الجهاز يجب نظام ويندوز 10 هوم وأيضاً بويندوز برو للأعمال والمعالجات المتوفرة عليه معالجات انتل الجيل العاشر ولو تكلمنا على نسخة 13.5 إنش هذه النسخة تأتي بمعالج i5 أو i7 أما نسخة 15 إنش فهي تأتي فقط بمعالج i7 نسخة 15 إنش تأتي بمعالج رسومي من نفيديا وهو GTX 1660 Ti مع ماكس كيو ديزاين وستة جيجا بايت GDDR6 أما نسخة 13 إنش فتأتي بمعالج رسوميات انتل آيرس بلس مع معالج i5 أما نسخة i7 كمعالج من انتل ستأتي بمعالج رسوميات انفيديا GTX 1650 مع ماكس كيو ديزاين وضع ذاكرتها 4 جيجا بايت GDDR5 المساحة التخزينية تبدأ من 256 جيجا بايت إلى 1 تيرا بايت أما في نسخة 15 إنش فهي تصل إلى 2 تيرا بايت وأكيد المساحة التخزينية كلها من نوع SSD دعونا ننتقل إلى الكاميرات وأقول أن على كل جهاز كاميرا أمامية وخلفية فالكاميرا الأمامية 5 ميجا بيكسل والخلفية 8 ميجا بيكسل كلهم يصوروا 1080 بي كلهم أداءهم ممتاز والسبيكرز الأمامية الموجودة في نفس الجهاز تعتبر سبيكرز ستيريو وتدعم Dolby Atomos لكن لا ترفعوا الصوت للأخير لأنه يوضع قليل التشويش وأكيد نوع المحتوى يلعب دور مايكروفونين بمدى بعيد، واي فاي ستة، بلوتوث الإصدار الخامس، منفذين USB-A 3.1 الجيل الثاني، وقارئ كروت ومنفذ USB-C 3.1 الجيل الثاني وتعتبر PD منفذ للسيرفيس كينكت الذي هو الكابل الخاص فيه، ومنفذ سماعة، وبطارية تعمل من 15 إلى 17 ساعة حسب استخدام الشخص أنتقل لإختبار Geekbench 5، وأقول أنه أدعت النواة الواحدة ١٨٨٢ والأنوية المتعددة ٣٤٧ وأمامكم مقارنة ما بينه وبين أجهزة مماثلة دعني أذكر أنه جاءت نتيجة ٣٧٢٠٦ في اختبار OpenGL وكانت على Geekbench 5 الجهاز لا يقدم منفذ Thunderbolt 3 للأسف، ووفقاً لمايكروسوفت، الموضوع يرجع لأسباب أمنية بخصوص هذا المنفذ فممكن أن نرى الأجيال القادمة في نفس هذا الجهاز، ولكن حالياً مايكروسوفت وفرت Surface Dock 2 والتي يقدم منافذ متعددة تدعم شاشتين ٤ كيب تردد ٦٠ هرتز وتقريباً بسعر ١٠٠٠ ريال أو ٢٥٩ دولار مساحة اللمس حق التراكباد في الكيبورد ليس بحجم ينافس ٢٠٢٠٠ صغيرة نوعاً ما أيضاً، حواف الشاشة كنا نتمناها لو كانت أنحف ولو بشكل بسيط الجميل في لوحة المفاتيح أن هناك بطارية داخلية الأمر الذي يزيد عندكم فترة الاستخدام وأيضاً في كرت شاشة بداخلها الأمر الذي يعطي دفعة في الأداء خصوصاً في أمور التصميم وأيضاً، لا ننسى أن لوحة المفاتيح هذه تعتبر من الأفضل على أجهزة ويندوز لذلك، نرى أن تجربة Office 365 ممكن تكون الأفضل مع لوحة المفاتيح هذه المفصلات في لوحة المفاتيح تعتبر من أبرز اللمسات التصميمية في الجهاز أيضاً، تعتبر من أفضل أعمال مايكروسوفت التصميمية وأكثرها دقة وهي أحد الأسباب التي منعت مايكروسوفت من تغيير التصميم بهذه السرعة لأنه بالفعل شيء مميز لكن التصميم عملي والتحول بين وضعية الكمبيوتر أو اللوحي تسهل التنقل للمستخدم والتحول لوضعيات مختلفة أثناء العمل تجربة القلم هنا ممكن أن تكون أفضل تجربة قلم على أي جهاز إذا كان قلم الآيباد برو هو المعيار في هذا المجال فأعتقد أن قلم السيرفوس يعطي إحساس دقيق وواقعي أكثر فمثلاً في تطبيقات الرسم يمكنكم ترسموا سكتشات أو الرسومات الأولية بشكل دقيق تستطيع سجلوا ملاحظاتكم بالقلم في تطبيقات متعددة من مايكروسوفت مثل الوان نوت الذي يقدم لكم كتابة يدوية وكما تدرجوا الجداول وغيرها في هذه النوتات أيضاً المبرمجين يستفيدون من قدرات الجهاز القوية في كتابة الأكواد وكما أنهم يستطيعون يكملون شغلهم في مكانهم أو خلال تنقلهم مكان فتحة السماعة يجب أن يتغير مستقبلاً يعني لكي يكون عملي أكثر فالمكان موجود هنا الجهاز ممكن يشغل لكم ألعاب بشكل جيد لكنه ليس جهاز ألعاب في الأساس فلا تتوقعوا الأداء الخرافي في الألعاب في المقابل توقع تأخر في الاستجابة في بعض الألعاب لكن لو أنتم تبعون هذا الجهاز لمجرد اللعبة في الألعاب عادية فأكيد سيؤدي الغرض بشكل جيد المعالج في هذا الجهاز أربع أنوية فقط يعني في بعض الأجهزة وصلت لثمان أنوية ولكن نستطيع أن نقول أن الأداء جيد هناك أقوى بكثير من ناحية الأداء ولكن هذا الجهاز صمم مع الأنوية للأداء وكل شيء مايكروسوفت أشرفت على كل شيء في الجهاز وأيضاً على كل شيء في النظام ما هو نظامهم؟ الويندوز من الأمور التي تجعل تجربتكم للسيرفاس مختلفة هو توافقه الكامل مع الوان درايب بحيث أن تحفظوا صوركم وملفاتكم بين كل أجهزتكم بشكل سريع بطريقة مرتبة تشبه إلى حد كبير تجربة آي كلاود في أجهزة أبل وتستطيع أن تبدأوا شغلة من جهاز وتكملوها من جهاز سيرفاس آخر أو ويندوز آخر بشكل سريع ومباشر خاصية يورفون الجديدة بتفيدكم في نقل تنبيهات جوالكم الأندرويد للسيرفاس بوك وأيضاً تقدروا توصلوا بسهولة صوركم ومحتويات الجوال بشكل عام بكل سهولة بدل ما تجلسوا وترسلوا ملفات الإيميل لنفسكم معه عن طريق ببرامج أخرى كمان يبديكم تسوي مكالمات مباشرة من اللابتوب أو تقدروا تعكسوا جوالكم بالكامل للكمبيوتر وتتحكموا فيه أيضاً من فارة الكمبيوتر ولو جئنا لبعض أجهزة سامسونج لديكم خيار لينك تو ويندوز اللي هو الربط مع ويندوز أما بقية أجهزة الأندرويد تحتاج وتحملوا تطبيق اسمه لينك تو ويندوز والموضوع كل ما يأخذ دقيقتين أجهزة السيرفاس بوك ثلاثة متوفرة لدى مكتب الجرير وإكسترا وأيضاً يوجد العديد من الشركاء مثل عبدالله فؤاد وجورة ونهيل والذي سيقدمون لكم الحلول المناسبة بالإضافة إلى العروض الأخرى الموجودة منهم أعطيكم روابط في وصف الحلقة هل مايكروسوفت سيرفاس بوك ثلاثة جهاز ينصح به؟ أكيد هو جهاز مصنوع من مايكروسوفت مباشرة فأكيد الأداء ممتاز مع كل الخدمات مايكروسوفت وخامات الجهاز ممتازة ونستخدمه كلوحي مع قلم مناسب للطلاب والصناع المحتوى والمصممين ورجال الأعمال وحتى علماء البيانات لو بغينة أو في القطاعات الحكومية لأن مسألة الانتقال مع القلم وأخذه كلوحي وأحياناً نقله ووضعه كجهاز لابتوب كامل ستأدي الأغراض العملية في مختلف الأماكن ولكن دعونا نضع بالنا أن الاستثمار في هذا الجهاز ليس بشيء بسيط من ناحية السعر فالجهاز يعطيكم أداء جداً ممتاز وخرافي للمهام وإتمامها بالذات عندما نتحدث عن باقة مايكروسوفت نفسها والخدمات التي تابعة لنفس مايكروسوفت مايكروسوفت أصحاب نظام ويندوز هم الذين يعملوا سيرفيس بوك ثلاثة فمع خصائص أقوى وأكثر من نفس السيرفيس ستقدروا تحصلوا على كفاءات أكثر لا ننسى أن نوحة المفاتيح والجزئية التي تحت في أي نسخة من النسخ تم تسخيرها لكفاءة بطارية أعلى ورسوميات أفضل على الأجهزة فهذه الأجهزة ستكون خيار ممتاز لكثير من أصحاب الأعمال الذين يعتمدوا على نظام ويندوز وأيضاً الطلبة يبقى لكم أول ودائماً تقيموا اختياراتكم وأحتياجاتكم ومنها تعرفوا لا نتحدث عن الجهاز بيطحن بالألعاب لا 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 نتحدث عن توازن ممتاز وأجهزة صراحة صناعة ونظاماً وكفاءة راقية من ناحية القدرات التي تقدمها فمايكروسوفت قدروا هنا يكملوا على سلسلة البوك وفي تحسينات تصير في المستقبل مع السلسلة يظل قدروا يعملوا شيء جديد وجميل في هذه الأجهزة أراكم إن شاء الله على كل خير وقلوا لي رأيكم ولا تنسوا أنه موجود السلسلة على القناة وموجود سلسلة Go على القناة وGo To دوب الجهاز حتى يمكن أن الفيديو تجدوا على القناة نهاية الفيديو وكل فيديو سبحانك الله وبحمدك أشهد لا إله إلا أنت استغفرك أتوب إليك أراكم على خير بإذن الله وارحوا فيديو Go الحين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر